منذ سنوات والوفود السياسية والحكومية تتوالى من إقليم كردستان العراق على العاصمة بغداد وتبرم اتفاقات سياسية وإدارية مع السلطات الاتحادية والأحزاب والكتل المتنفذة في البلاد من دون أن تترجم أي من تلك الاتفاقات إلى خطوات ملموسة على أرض الوقع آخر تحركات إقليم كردستان كان توجه وفد حكومي رفيع برئاسة قباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد لاستكمال التفاوض مع السلطات العراقية بشأن الاتفاق المالي المتعثر بين الجانبين منذ مطلع العام الماضي بخصوص حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية على أن يتبعه الأسبوع المقبل وفد سياسي آخر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ربما يكون الوقت اليوم ناضجا لمناقشة قانون النفط والغاز مرة أخرى وتأطير العلاقة الاقتصادية بين أربيل العلاقة المالية بين أربيل وبغداد في إطار قانون جديد منذ نحو سبع سنوات تتواصل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل بشأن عائدات تصدير النفط والموارد الجمركية في المعابر الحدودية في الإقليم مما خلق أزمة اقتصادية مستفحلة ألقت بظلالها الثقيلة على مناح الحياة كافة وبات حلها بحسب خبراء اقتصاديين أمرا عسيرا لو دخل الاتفاق المبرم بين الجانبين منذ عامين حيز التطبيق الفعلي دون معرقلات فيسيكون من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية في الإقليم خلال العام القادم ولكن المؤشرات الراهنة توحي بوجود عقبات كبيرة داخل البرلمان العراقي قد تؤدي بالاتفاق الراهن إلى مصير الاتفاقات السابقة تداعيات الأزمة الاقتصادية أرغمت الإقليم أخيرا على إبداء استعداده التام لتلبية شروط السلطات الاتحادية كافة وأبرزها تسليم أربيل ملف النفط والغاز إلى بغداد إضافة إلى حصول العاصمة الاتحادية على نصف عائدات المعابر الحدودية والمطارات في الإقليم مرونة لو كان الإقليم قد أبداها منذ سنوات لأصبح الوضع الاقتصادي والمعيشي فيه على غير ما هو عليه الآن كما يقول خبراء الاتفاق المالي الأخير بين بغداد وأربيل لن يكون مجليا بحسب خبراء ومختصين ما لم يقترن بدعم تام من القوى السياسية المتنفذة بالبلاد وهو غاية لا تزال بعيدة المنال مما يعني بطبيعة الحال استمرار الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل